اشتركوا في القناة سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يضيفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم لا 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 جيتونا برضاكم لبيتو دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم نفيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهدن بلكم في ذلي لمعانا خالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم موضت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم والخير عم يزيد جد سعيد ليروا معكم اليوم في هذا الحفل لأول مرة وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة في مدينة القليعة مدينة الفن والحضارة والتقافة شكرا 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 مدينة القليعة مدينة عريقة مدينة جميلة إذن كنقول هذا الشيء معنها أنكم عندكم مهمة على عاتق انتعكم أنكم تحفظوا على هذا التقافة وهذا الأصالة ما نقدرش نبدأ الحفل نتاعي اليوم بلا ما نشكركم وحبيت عندي صديق صديق تعرفوه كامل بلاك كان يرفقني دائما في حصة ولدنا تحت جنحنا لهو الأستاذ نور الدين رابري تحية تحية تفضل 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 حبيت من المفروض هو قال لي أنا راح نستقبلك ونرحبك قلت له لا لا أنا اللي راح نستقبلك ونرحبك تفضل أستاذ نور الدين مرحبا فيك تحية 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 الأستاذ شكرا سيزيد بارك الله فيك يا أطفال سؤال تحبوه عمو يزيد سؤال بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم شرف كبير شرف كبير بس تستقبل مدينة القوليعة في دار الثقافة أحمد هروا رجل عظيم ابن كريم اخن عزيز انتم ما كامل تقولولو عم يزيد انا نزيد حاجة انا نقولو الاستان عم يزيد عم يزيد في البداية نتاعو كان يغني للمرأة المرأة اللي هي الام اللي هي الزوجة اللي هي الاخت اللي هي الجدة اللي هي البنت وحب الاولاد احنا كماركم جميعا في هذه القاعة لعمري مش تاتعمرت كماليوم هذا القاعة احنا دايما نخدم فيها والله العلي العظيم عمرنا مش تاتعمرت كماليوم وهذه علامة خير معناها أنه رو نجح في المهمة نتاعه وأنتم كذلك راكم تحبوه وتحبو الشيء اللي يقوم به آخر كلمة نختم بشي خليهوها كان واحد البيت بتاع الشعر بيت واحد حول الطفولة تحبوا نقولونكم حول الطفولة ولكن كذلك حول الأستان عمو يزيد وجنوا البيت شممت فيك أريج الطهر يحدق بي أنت الطفولة من رعاك لم يخبي وعمو يزيد رأوا يرعاكم ويحبكم ويعطيكم يزهيكم يفرحكم وذوي الاحتياج الأولاد الذوي الاحتياج الخاصة يحبهم كثير 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 لما تخل خضا معها الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة هو كذلك ما يخيبش إن شاء الله نتمنونه النجاح والتوفيق وربي طول عمرك سياسي شكرا 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 شرك قدم ربي طول عمرك سياسي سياسي أريد بي خليك شكرا شكرا شكرا. والله شرف عديم انني نلقى هاد الترحيب اليوم بكم انتم وباصدقائي. والله شرف عديم. او عاجم كل الحال. اذا يا اطفال بتحب العطلة? شكولي يحب العطلة يرفض يدو. اوكي? شكولي يحب المدرسة. شكولي يحب المدرسة? برافو برافو. مدرستي مدرستي. كم احب مدرستي اسمها دائما في شفتي. اجد بها كاغنياتي. هي كنزل معرفتي. فالتحياها مدرستي. برافو يلا كامل معي مدرستي كم احب مدرستي. مدرستي مدرستي كم احب مدرستي. اسمها دوما في شفتي. اشتبها كاغنياتي. هي كنزل معرفتي. فالتحياها مدرستي. برافو يلا كامل معرفتي. مدرستي 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 كم احب مدرستي. اسمها دوما في شفتي. اجد بها كاغنياتي. مدرستي مدرستي. برافو يلا كامل معرفتي. فالتحياها مدرستي. مدرستي مدرستي كم احب مدرستي. لكسب العلم تتبناني على مستقبل ترعاني. هي بيتي الثاني. وشطر من شطر حياتي. كسب العلم تتبناني على مستقبل ترعاني. هي بيتي الثاني. وشطر من شطر حياتي. وشطر من شطر حياتي. مدرستي 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 كم احب مدرستي. ادرس فيها مع اخواني. أمرض إليها بتباني. ألعب أمراح بأماني. هي قصري ومملكتي. هي قصري ومملكتي. ، aran مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي ما أحدها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلب هواها سنة من بعض سنتي سنة من بعض سنتي ما أحدها ما أبهاها لا تنساني لا أنساها ويزيد في قلب هواها سنة من بعض سنتي سنة من بعض سنتي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اشتركوا في القناة إذن يا أطفال عليكم في الجد تحطوا المدرسة تحطوا العلم ماذا يقولون؟ كيف يقولون؟ تحطوا العلم؟ ماذا يقول؟ شوف شطر هذه واسف واسف كلي أزاد تحطوا العلم؟ حتى ولو كان في السين كيف؟ أطلب العلم من النهدي إلى اللحدي من اللحدي إلى اللحدي لماذا؟ أطلب العلم من الغدي إلى اللحدي هيا أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي بهجمنا السبع عم يزيد دولت الأغنية على وسيلة نقرو بها هي القلم نقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطرين أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطرين أحمله أينما أذهب أينما أذهب يصحبني في مشواري قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن في فضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي كل الأمم دونه وروى تاريخ الأزمار فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان كل علم دونه وروى تاريخ الأزمار فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي قلمي قلم صغير الحجم ولكن في فضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المناني له في الدين والدنيا مكان قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره سخره رب المناني له في الدين والدنيا مكان قلمي قلم صغير الحجم بفضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي 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 صغير الحجم ولكن في فضلك سمت كل الأمم نحو القمام فالعلم رهين بك قلمي يا أطفال مام الأوليات تأكد وكتش غير كي مغفت اليوم الموطني اللي دوني حتياجة تخصى أعطيت الشباب هلا؟ اسمك؟ وكتش اليوم الموطني اللي حتياجة تخصى سبينيام مارس سبينيام مارس لا لا سبينيام مارس اللي بديه هو عيد المرأة شكل يعرف؟ شكل شبه هذي؟ سارة سارة على بلكم أنا عم بالي هذا السؤال ساهل لأن السؤال لازم ما ترحتوش هذا الموصر المسكرون فيه أنا فرقته يا ليدي في الحدد هو يوم 14 مارس من كل سنة اليوم الوطني السؤال تعيوش يقول وكتش اليوم العالمي لديوني احتياجات تخصى؟ اليوم العالمي شو شبه هذي؟ اسمك؟ هذي آه؟ وكتش اليوم العالمي؟ لا لا مشيك ساق 10 مارس معلش؟ شكور 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 شكور؟ تختش؟ عشرين لالا ربعتار شلالا؟ واحد جون في لالا؟ 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 ها؟ تعال عضلوا الميكرو واسمك؟ عادل راحبارك مختش اليوم العالمي؟ مختش؟ 3 ديسمبر تعالى طلعوا تعالى أروح بنيدي أروح أطلع وش بسنة تدرس عادل؟ ها؟ وش بسنة تدرس؟ سنة أولى متوسط وش حاجة تدرس عادل؟ ربعتار شخمسة وعشرين سفوا عليه عمو يازين يحب ليه كمعون إذن عضين هدية تعالوا عضين هدية تعالوا حنا نحبو الشاطرين إذن اليوم العالمي يدوركي جد خاصة هو يوم 3 ديسمبر تفضلوا ليدي رعي البرنامج ورعي حسة مع ميزين ورعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية متواضعة شي لا تصفد بها شكرا لها أنا لعب فلعفو ليدي تفضل 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 أكي فرحانة بنتي هاي فرحانة بزار من قدروش من غنيونهوش بأغنية نقول فيها أنا الوعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله رب قادر أرادني عظيمة لكن لي أثابر لغاياتي العظيمة قالوا كامل معايا أنا الوعاق لكم تحية لكل دولي حياجة الخاصة نحتاجين منها ولو ولو ندرة جميلة ولو ابحسامة مش لي شرق والله حبيت من هذا الممر موجه رسالة والله هي يا ناس غير الصدقة والإحسان من خير والله ما هو شرق أن يكون بالنقود ولا بالفلوس والله ابتزامة تكفي التفاذة تكفي زيارة مريض في مستشفى تكفي يا أخي يا أطفال سنة الأرحام مهمة زيارة المريض والأقارب تغيروا كامل معايا أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عزيمة لكنني مزابر لغايات العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول سأسعى للوصول لغايات العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول تحدي لخمول سأسعى للوصول لغايات العظيمة أنا المعاقب لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني مزابر لغايات العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحدى هالصعاب أدق كل باب لغايات العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحدى هالصعاب أدق كل باب لغايات العظيمة أنا المعاقب لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغايات العظيمة أنا حلم في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغايات العظيمة أنا حلم في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغايات العظيمة أنا المعاقب لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني أثابر لغايات العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لطموح إلى حدود لغايات العظيمة سأثابر بالصمود وأثبت للوجود وأثبت للوجود لطموح إلى حدود لغايات العظيمة موسيقى شكرا 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 موسيقى السلام عليكم تشرفنا حضوره عمو يزيد في مدينة القولية إن شاء الله نرى خطرة أخرى عن قريب نشكر بزا 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 بعمو يزيد وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة ويدي يفرحنا ذرالي نشكر حصة عمو يزيد على هذه المبادرة إلا أن أنا عندي ملاحظة برك القاعة ما تتسحش العدد الهائل على المستويلة التي بازا وكين أطفال بزا في المساوع بتاعفتهم شالفرصة باش يحضروا الحصة هذه نتمنى في المستقبل إن شاء الله يبرمجوا حصة عمو يزيد في قاعة رياضية وإن عدد كبير من الأطفال يشركوا في الحصة ويعطيكم الصحة نشكر على دار الثقافة وعمو يزيد وإن شاء الله متكنش آخر مرة السلام عليكم حفلة ما شاء الله مع عمو يزيد وعقوبة إن شاء الله قد وفي عفرون نشكر عمو يزيد ونحبوه بزاف كيدلنا هذا الحفل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بيودي أن نتقدم بشكر إلى فرقة عمو يزيد على هذا العرض القيم الشيق الهادف التربوي الذي امتع الحاضرين والحضور كان هذه المرة نوعي ومكتف ونشكر كذلك كل الجمهور الذي توفد على دار الثقافة والذي جاءنا من مختلف تراب وليتي بازا وحتى ولايات المجاورة لولايتي بازا